وحول الموضوع ينضم إلينا مدير قسم المبيعات في شركة فلورو زياد شلاش أهلا بك أستاذ زياد لو نتحدث بالداية عن أسباب اللجوء السوريين لشراء الذهب أهلا أستاذ كاترينا أهلا وسهلا بكي شكرا للاستضافة السبب الرئيسي الذي خلت سوريين أنه يتجوا باتجاه الاستثمار بالذهب هو الجائحة التي نعاني منها بالعالم كله هو التضخم التضخم عم تضعف قيمة الأموال عموما في العالم وهذا الشي عم يخليهم أنه يبتعدوا عن فكرة الإدخار وبيتجوا باتجاه الاستثمار الاستثمار بيبلش معنا بعدة عوامل أساسية مثل فينا نقول أنه مثلا ممكن اللي بفكر أنه يشتري عقار لكن مثل ما بتعرفي أنه العقارات أسعارها غالية والذهب عموما عند السوريين هو كولتور ثقافة عموما فهن بيتجوا اتجاه الاستثمار بالذهب بحكم أنه ثقة بالذهب والشي الثاني المهم اللي نعرفه أنه الدهب هو فيك تقولي عنه أنه هو عملة بكل العالم يعني موجود له قيمة بكل القارات العالم لو كنا بالتوكيو لو كنا بالخليج لو كنا بأوروبا أو كنا بالأمريكتين فسعر الدهب سيكون انترنسيونال بغاية سعر عالمي وهذا اللي عم يخلي السوريين أنه يتجوا باتجاه شراء الدهب والاستثمار والادخار بموضوع الدهب طيب أستاذ زياد نحن نتكلم عن السوريين موجودين في أوروبا وهناك اختلاف في عيار الذهب الموجود أصلا في أوروبا وحتى في أسعاره كيف يمكن هل هن أصلا يقبلون على شراء الذهب الأوروبي أم هناك محال خاصة في السوريين السوريين عندهم محلاتهم الخاصة اللي بيرجأوا إلى من عيار 21 العيار المفضل عند السوريين بشراء الدهب هو عيار 21 لكن المشكلة اللي عم تواجههم عند الاستثمار بموضوع المجوهرات أنه بأوروبا عموما في ضريبة القيمة المضافة هي 19% هي بتيجي مضافة على سعر الصياغة الشموك يعني المجوهرات اللي فينا نقول عنها أنه هي عم يدفعوا هني صياغة وعم يدفعوا ضريبة بنفس الوقت لهيك أنه عم يتجهوا باتجاه الاستثمار بسبائك الذهب والعملات الذهبية بيستغلوا قانون عم يستغلوا قانون أنه السبائك هي معفية من ضريبة المير فيشتويا عند البيع وعند الشراء فهذا الشيء بيكون محفظ للسوريين أنه يتجهوا باتجاه الاستثمار بسبائك الذهب وخاصة أنه من أكثر الناس اللي عانوا من فكرة التضخم مثل ما تعرفي استاذتي أنه سوريا حاليا عم تعاني من مشكلة تضخم غريبة يعني وصلت أسعار الأشياء بسيطة بسوريا فينا نقول لا بالملايين صارنا عم نحكي بالمليون وبالمليونين وثلاثة فهن فقدوا الثقة بالعملات عموما وعم يتجهوا باتجاه أنه يستثمروا بأشياء ذات قيمة حتى بحالة الأزمات وتحدثت أن هناك قانون يعفي السبائك من الضرائب هل هذا القانون ساري حتى لو وضعت هذه السبائك في حسابات بنكية؟ بالنسبة للحسابات بنكية الأكثرية بفضلوا أنه شراء الدهب واغتناءه بالمنزل أو ممكن يستأجروا خزائن في بنوك أو بشركات الإيد المثالي شركات الدهب عموما ومثل ما بتقولي حطوها فترة زمنية ويراقبوا أسعار الدهب عموما في العالم لما بترتفع أسعار الدهب فهن بيرجأوا لموضوع البيع والشراء بعكس المجوهرات لو ضربت لك مثال لو فرضنا أنه سعر أونس الدهب بعام 2018 كان قرابة الألف يورو اليوم بلحظة الحقيقة فيها تقريبا بحدود الألف ومئتين يورو يعني تقريبا خلينا نقول بمرور قرابة الخمس سنوات ضاعف سعر أونس الدهب أكتر من 120% فلو افترضنا أنه في شخص معه مبلغ بسيط لنقول 10 ألاف يورو اشترى 10 أونس الدهب بعام 2018 وفكر يبيعا بعام 2024 فهو رح حقق تقريبا 120% إلى 130% أرباح رح يبيع بمبلغ 24 ألف يورو تقريبا باستثمار بلش ب10 ألاف يورو صار في تضخم ضعفة قيمة العملات بشكل عام قيمة اليورو اليوم أو قيمة أي عملة عالمية ليس مثل قيمتها قبل عام 2024 لسبب أنه في سياسات حكومية عم تلجأ إلى البنوك المركزية العالمية بفكرة طباعة الأموال هذا الشيء يعني عم يسوي شيء اسمه تضخم بالعالم والطباعة شغالة لكن بينما الذهب اللي موجود بالعالم هو كميته محدودة أوتوماتيكيا والشيء يعني يخلي السوريين أنه يلجأوا للاستثمار بالذهب نتيجة ثقافتهم ثقافة سورية ثقافة عربية وعلى فكرة العرب هني من أكثر طيب أستاذ زياد يعني ما النصائح اليوم للسوريين عند أشرائهم للذهب وما المعايير التي يجب أن يتبعوها من أهم النصائح أنه للسوريين لحتى يستثمروا بموضوع الذهب هو اللجوء إلى شركات مرموقة ذات سمعة كبيرة بالسوق يعني كمثال في عندك شركات إلى سمعتها بالسوق هذا بضمن لهم أنه هني يأخذوا فواتير نظامية بنفس الوقت تكون حاصلة هاي الشركات على شهادة الـ LBMA من برشة لندن للمعادن وهي متواجدة بكل المدن الألمانية وبالأوروبية عموما والشيء الثاني أنه هني ما رح يدفعوا سياغة يعني ما فيه سعر لا تقولي فيه سعر مبالغ فيه عن سعر العالمي للذهب شكرا جزيلا لك مدير قسم المبيعات في شركة فلورو زياد شلاج كنت معنا من دسلدور شرفت فيك تحياتي شكرا جزيلا لك